السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني ويؤكد دعم ليبيا لتجاوز الأزمة الحالية خلال زيارته للأردن، شكري يدعو لإيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ولجنة الانتخابات السورية تؤكد انتظام الانتخابات التشريعية وعدم تسجيل أي مخالفة أهلا بكم مشاهديين الكرام في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من أكسرا نيوز في البداية نرجو من حضراتكم أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لحماية أهلكم وبلدكم أما في تفاصيل النشرة فقد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية وأكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة كما أكد المجلس أن مصر لن تدخر جهدا لدعم ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحارجة الحالية ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني المشكلة من السادة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة والسادة وزراء الخارجية والمالية والداخلية والسادة قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات الجوية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بحضور السيد أمين عام المجلس صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي هذا الإطار الطلع سيد رئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي السلاثي الراهن والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر وسودان وإسيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العليقة في قضية سد النهضة أهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد وذلك على النحو الذي يؤمن للدول السلاس مصالح حلمائية والتنموية ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي كما نقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وذلك في ظلي سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلانة بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحارجة الحالية استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية وأخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية واستعادة ركائز مؤسستها الوطنية والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين مع ضمان توزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد اشتركوا في القناة 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 اطمأن رئيس السيسي على صحة أمير دولة الكويت اشتركوا في القناة 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 لا تسعى اشتركوا في القناة 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 قدرة حقيقية على ردع السلوك التركي العدواني على السيادة القبرصية او حتى الان على السيادة اليونانية دولتها الجوار الاساسيتين واللي بيربطهم بتركيا صراع تاريخي على مدى قليات الردع غير متوفرة لدى هاتين الدولتين حتى الان وبالتالي تتجه كل من اليونان وقبرص الى الاتحاد الاوروبي الاطار الاوسع اللي هما منضمين لعضويته املا في ان يتم تحريك عقوبات ردع وعندما نتحدث عن الردع هناك فارج كبير بين عقوبات تردع وعقوبات في توصفها تحمل فقط معنى الرفض او عدم القبول الردع يعني ارغام الطرف الاخر على تغيير سلوك الاتحاد الاوروبي اللي المفروض ياخد العقوبات دي لا يزال محكمة ولو شفنا البيان الاخير الالماني الايطالي الفرنسي التادر لم يتحدث عن تركيا فقط وتحدث عن كل الدول اللي وصفها بانها بتنتهك حظر السلاح على تركيا الى ليبيا تقصد على ليبيا نعم وعندما تحدث مفاوض السيون الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن مسألة العقوبات على تركيا الحديث كان بيبيا لأنه مدلول التعبيرات الشديد الأهمية بيقولوا بندرس فرص عقوبات على تركيا حال استمرت في حظر الأسلحة إلى لبيا حال استمرت يعني ده انتو بتعترفوا رسميا بأن تركيا خرقت الحظر وعندما يكون هناك مثل هذا الاعتراف ولا يتم تفعيل عقوبات تلقائية سواء من اتحاد الاوروبي أو من مجلس الأمن إذن الموقف الاوروبي متناقض مصلحيا ما الذي يفسر أستاذ محمد هذا الموقف الاوروبي المتشرذم يعكس نشازا فيما تعلق بوحدة القرار داخل الكيان الاوروبي هل لأن المصالح تختلف أم لأنه منذ نشأة هذا الكيان الاوروبي وهو يعاني تحديات فيما يتعلق به تحديدا السياسة الخارجية ووحدة الموقف فيما يتعلق به السياسة الخارجية الاوروبية نعم وبكل صراحة علشان نبقى فهمي عندما نتحدث عن الاتحاد الاوروبي نتحدث بالأساس عن القرار الألماني خصوصا بعد خروج بريطانيا منه القرار الألماني وليه القرار الفرنسي ثم الإيطالي لكن القرار الألماني قادر على تحريك القاطرة الأوروبية في السياسة الخارجية باتجاه معين وقادر على منع اتجاهها نحو وجهة معينة يبقى ألمانيا أساسية ألمانيا لا تزال محكمة وعندما نتحدث عن ألمانيا لابد أن نفهم الموقف الألماني تحديدا هل ألمانيا مستفيدة في الوقت الرأي وانا بتكلم كلام شديد الصراحة ليس استفادة مصلحية فقط لكن استفادة استراتيجية المحاللين السياسين عندما يقيموا الموقف الألماني من تركيا لازم ينظروا لما يسمى بسببية هل السلوك العدواني التركي ده تببيا مفيد لألمانيا استراتيجيا أنا بقول هو مفيد حتى هذه اللحظة بسبب مفيد جدا أن ألمانيا دولة مفروض عليها اتفاقات بيسموها الطابع التحريمي للقوة المسلحة الألمانية منذ الحرب العالمية التانية انخفض مقتضاها الجيش الألماني من 12 مليون إلى 180 ألف فقط فعشان يخرجهم الوضع ده ويستعيدوا قوتهم العظمة حقيقيا وليس اقتصاديا فقط هما دلوقتي الاتحاد الأوروبي اللي ما قدرواش سياتر عليه بالحرب الماضية سياترين عليه دلوقتي تلما واقتصادا خلاص هما الدولة اللي بتاحهم ومع ذلك تملك ألمانيا كأكبر قوة اقتصادية في الاتحاد أن تفرد يعني عقوبات رضيعة بعيدا حتى عن قدرتها العسكرية محل تساؤل منذ الحرب العالمية الثانية ألا يتحلى بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون التركية دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كاليكدار أوغلو لاعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية وبرلمانية مطالبا في مقال له بدستور جديد يحدد الحرية والشفافية والمساءلة والسيادة القانون كمبدأ أساسي ويركز على الديمقراطية البرلمانية التي تنظم النظام الانتخابي على أساس التمثيل الأكثر شمولية حسب تعبيره واعتبر كاليكدار أوغلو أن التحول إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2017 أدى إلى إلغاء الضوابط والتوازنات الديمقراطية وأضعف استقلال البرلمان والقضاء في مواجهة سلطة رجب طيب إردوغان المطلقة نائب عن حزب الحركة القومية التهنيشة الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهما وخلال مشاركة في برنامج تلفزيوني وجه البرلماني عن حزب الحركة القومية جمال جينيورت تساؤلات إلى نواب ووزراء العدالة والتنمية عن تجاهل هؤلاء لأعضاء حزب الحركة القومية رغم التحالف بين الحزبين المستمر منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018 ويشهد الحزب الحاكم في تركيا انشققات في صفوف أعضائه وقياداته اعتراضا على سياسات رجب طيب إردوغان وانفراده بالسلطة والتي أضرت بالأوضاع السياسية والاقتصادية نتابع المزيد في هذا التقير موجة استقالات جديدة يشهدها حزب أردوغان العدالة والتنمية آخر تلك الاستقالات تقدمت بها رئيسة لجان المرأة في فرع الحزب بمدينة ماردن جنوب تركيا أمين جوككتاش الأمر لم يتوقف عند جوككتاش بل تبعها 14 عضوا بأكملهم من الحزب الحاكم ليقرروا الانتقال إلى صفوف أحزاب بالمعارضة حزب أردوغان يشهد موجة استقالات كبيرة خلال الفترة الراهنة حيث أعلن خمس من قيادات الحزب في مدينة بالكسير شمال غرب تركيا هذا الشهر استقالاتهم من الحزب الحاكم بشكل مفاجئ وعلى أثر تلك الاستقالات توقع زعيم المعارضة التركية كامالكليشدار أغلو موجة شقاقات جماعية في حزب العدالة والتنمية مضيفا أن التأييد الشعبي للحزب تراجع إلى نحو 30% إذن نزيف الاستقالات في صفوف أعضاء وقيادات حزب أردوغان تتوالى منذ عام تقريبا أعتراضا على سياساته الداخلية والخارجية على السواء بدأت بإعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابجان استقالته من عضويته التأسيسية وتأسيس حزب مستقل معارض للنظام وتزامنت موجة الاستقالات الأولى من الحزب الحاكم عقب انتخابات المحليات في مارس 2019 التي حققت فيها المعارضة فوزا كبيرا بالبلديات الكبرى يبدأ رئيس الحكومة العرقية مصطفى الكاظمي غدا زيارة إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة خارجية من المقرر أن تشمل أيضا الولايات المتحدة وإيران وسيبحث الكاظمي تقريب وجهة النظر بين واشنطن وطهران والتخفيف من التوتر بين طهران والرياض كما سيبحث مع المسؤولين في هذه الدول ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات بينهما أيضا قال رئيس الحكومة العرقية مصطفى الكاظمي إن بلاده تسعى إلى تأكيد دورها المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة بما ينعكس إيجابا على كل شعوبها بالاستقرار والتنمية المستدامة وفقا لبيان حكومي بحث الكاظمي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جوى الضريف العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات من جانبه أكد ضريف تطلع طهران إلى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق والتوجه لتفعيل اتفاقيات بين البلدين في القطاعات المختلفة قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تريد علاقات متوازنة مع دول جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جوى الضريف في بغداد أشار الوزير العراقي لأن بغداد تسعى لتجنب التوتر الإقليمي والدولي وحماية سيادتها ويجري ضريف مباحثات مع المسؤولين العراقيين لبحث أليات توسيع العلاقات الثنائية وتنفيذ وثائق التعاون السابقة بين البلدين أكدت اللجنة القضايا العليا للانتخابات في سوريا أن عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب تسير بيسر وسهولة واسطى إقبال من المواطنين وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أنها لم تتلقى منذ الصباح أي مخالفات قانونية أو إشكاليات خلال فترة الانتخاب وهي على تواصل ومتابعة مستمرة مع اللجان القضائية الفرعية المشرفة على المراكز الانتخابية بالمحافظة وقد أدل الرئيس السوري بشار الأسد بصوته في انتخابات مجلس الشعب وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية كانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت فتح سناديق لاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات للانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدورة التشريعية الثلاث في استحقاق انتخابي يتزامن مع مرور عشرين عاما على تولي الرئيس بشار الأسد سدة الحكم تأتي انتخابات مجلس الشعب السوري ألفان ومئة مرشح يخوضون سباق الوصول إلى البرلمان في استحقاق يجرى كل أربع سنوات وهي ثالث انتخابات تجرى بعد اندلاع النزاع في مارس ألفين وأحد عشر بعد أن تم تأجيل موعدها مرتين منذ إبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد وبينما يصوت الناخبون في 7313 مركزا في مناطق سيطرة الحكومة تم تخصيص مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرة دمشق إلا أنه لا يمكن للسوريين خارج البلاد وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في الاقتراع ويضم مجلس الشعب 250 مقعدا نصفهم مخصص للعمال والفلاحين والنصف الآخر لباقي فئات الشعب وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيسا له وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين تعيين الأسد رئيسا جديدا للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة أعلن قائد قوات أمن الحجل وزايد بن عبد الرحمن طويان استكمال الاستعدادات لموسم الحج هذا العام وكل المؤتمر صحفي أضاف زايد أنه تم نصب طوق أمني كامل على المشاعر والحجيك خلال تنقلاتهم ولا يسمح بدخول المشاعر المصرح لهم وأكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانبها أكدت مديرية الجوازات السعودية وجود عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج كما أعلنت عن عقوبات على الشركات التي تنقل حجاجا من دون تصريح يبدو القادة الاتحاد الأوربي جهودا مضنية لليوم الثالث بحثا عن صفقة تحفيز لمواجهة داعيات فيروس كورونا يثور الخلاف على حجم صندوق التعافي الجديد ونسبة المنح والقروض إذ تسعى بعض الدول الأكثر ثراءا بقيادة هولندا لتقييد ذلك من جانبها لم تستبعد المستشارة الألمانية احتمال عدم التوصل إلى اتفاق خلال القمة وقال الرئيس الفرنسي مانويل مكهون هناك رغبة في تقديم حلول وسط لإبرام اتفاق بشأن صندوق التعافي الاقتصادي خلال قمة الاتحاد الأوروبي مضيفا أن ذلك ينبغي أن لا يكون على حساب طموحات الاتحاد ولدى وصوله لاجتماعات اليوم الثالث من أعمال القمة الأوروبية التي تواجه مأزقا منذ انطلاقها اعتبر مكهون أن الساعات المقبلة ستكشف عن إمكانية التوفيق بين الرغبة في التوصل لحل وسط وبين طموحات الشعوب الأوروبية لمواجهة قوية لا للأزمة الاستثنائية الحالية أكد المستشار النمسوي سباستين كوغتس أن حكومته تبذل أقصى جهد لمنع حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في البلاد وقال إن التشديد على ارتداء الكيمامات سيكون أكثر صرامة إلى جانب متطلبات أخرى والتي اعتمدتها الحكومة مؤخرا لتجنب انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدم حاجة بلاده لإغلاق آخر للحد من انتشار فيروس كورونا وقال جونسون في تصريحات أنه لن يلقى إلى إعادة فرض الحجر الصحي إلا كحل أخير لإحتواء وباء كورونا مشددا على رغبته في عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بحلول عيد الميلاد المقبل في ديسمبر قال مسؤول حكومي في بلدية بكين أن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث من المستوى الثاني وذلك بدءا من الغد وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصلات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50% كما سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 500 شخص أعلنت إيران تسجيل 209 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2182 إصابة جديدة بالفيروس أشارت الوزارة إلى أن إجمال حالات الإصابة في البلاد بلغت أكثر من 273 ألف فيما بلغ إجمال حالات الوفاة تعدى 14 ألف حالة أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمال عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى أكثر من 59 ألف في حين تم تسجيل وفاة حالة وفاة إصابتها بالمرض ليصبح إجمال حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408 حالات وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها خلال أسبوع في مجالات الأمن العام ومكافحة المخدرات حيث أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية نستعرضها في هذا التقرير جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقاهلية ومنطاقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 323 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 917 قطعة سلاح ناري من بينها 174 بندقية وتسعون بندقية آلية ورشاش وتسعة وثلاثون مسدسا وستماء وثلاثة عشر فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيراء بلغت ألف واربعمائة وسمان وخمسين طلقة متنوعة إضافة لألف وثلاثمائة وخمس وعشرين قطعة سلاح أبيض وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد سلسة ألاف وسبعة وعشرين قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية وعملاك الدولة والأوقاف ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل بنطاق خمس وعشرين مدرية أمن إضافة إلى ضبط عدد خمسمائة واربعة وخمسين شخصا بإجمالي عدد خمسمائة واثنين واربعين مبنى لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ أربعمائة وستة وخمسين ألفا وتسعة وثمانين حكما قضائيا من بينها ألف وتسعمائة وسبعة وستون حكم جنيا ومائة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون حكم حبسة ومائتان وتسعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون حكم غرامة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وثنين حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط ستة تشكيلات عصابية ضمت سبعة عشر متهما قاموا بارتكاب أربعة وعشر حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض ستة وأربعين حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالية تسعة وسبعين متهما كما تم إعادة أربع سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك نجحت أجهزة الوزارة في ضبط خمس وعشرين قضية بإجمالية سبعة وعشرين متهما بمضبوطات بلغت تسعمائة واربعين كيلو جرام وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وست وستين قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها ألف ومائة وتسعة وسبعون متهما وبحوزتهم قرابة سبعة وستين كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من ستة ألاف وأربعمائة وسمانية وسبعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من سبعة عشر كيلو جرام إضافة إلى ما يزيد عن ستة عشر كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد عشرين ألف واثنين وعشرين قرص مخدر وافق مجلس النواب على تعديل بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة يهدف مشروع القانون إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد أليات جديدة لتمويلها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عرضاً سلط من خلاله الضوء على أهمية توقعات كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري أشار المركز إلى أن البنك الدولي توقع بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والنمية عام 2020 وذلك على رغم من تداعية أزمة كورونا وأضاف أن الإيكونوميست توقعت أن تحقق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثاني بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020 وذلك بعض الصين كما أبرز إشارة وكالة موجز إلى أن السياسات المصرية الفعالة والتطبيق الحوكمة ساعدت في تعزيز الوضع الاقتماني السيادي لمصر أكد المهندس طارق الملة وزير البترول على هامش الجولة التفقدية بالمركز المتكامل لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة النزهة أكد أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيار للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي جري دراسة زيادتها في ضوء المبادرة رئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات كوقود النهاردة إحنا عندنا حوالي 203 محطة إحنا عاملين خطة بحيث هنزود 50 محطة في السنة وإحنا شغالين كمان بحيث أن هذه المحطات تبقى متوفرة بكل المحافظات وهي النهاردة فعلا موجودة في أكتر من 24 محافظة وعلى الطرق كمان المختلفة في نفس الوقت إحنا بنتوسع من خلال هذه الحملة ومن خلال المبادرة الرئاسية والتي أطلقت الأسبوع الماضي بأنه تعظيم الاستفادة والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي للسيارات كوقود متاح كوقود نظيف وكوقود رخيص ودي هتوفر لكل قائد السيارات سواء قائد المركبات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباس والحقيقة إنه دي حقيقة إحنا النهاردة عندنا عدة شركات بتقدم هذه الخدمة وهذه المحطات منتشرة وأصبح النهاردة معدلات انتشار المحطات معدل كبير جدا نعم في السنوات الماضية كان المعدل أقل وكان أبطأ وده كان جزء من تراكم الخاص بالتشوهات السعرية قبل الإصلاح الاقتصاد أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق وسامة ربيع متابعتها المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة عبر محاور العبور المختلفة لربط سيناء بالوادي من خلال سلسلة الأنفاق العملاقة والكبار العائمة ومرفق المعديات وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة وخلال جولة تفقدية لعدد من مواقع الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد اطمأن رئيس الهيئة على انتظام حركة المركبات بأنفاق الثلاثة يوليو وجهزية أنظمة الأمان المختلفة والالتزام بتعليمات السلامة كما تفقد الفريق أسامة ربيع مقرة رسانة بورسعيد البحرية وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية أعلن كل من وزير النقل كامل وزير ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ مليار ومائة مليون يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في ثلاث مشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق ومبلغ ثمانمائة مليون يورو قرضا لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أثار فيروس كورونا كما أكد وزير النقل كامل وزير ضرورة لانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات خلال المدة الزمنية المخصصة لها في الموازنة المالية وخلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للطرق والكباري تم استعراض معادلات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة المشروع القومي للطرق والتي تسمل 17 مشروعا منها تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وازدواج طريق أسيوت سهاج شرق النيل بإجمال أطوال 1300 كم وتكلفة تبلغ 35 مليار جنيه يواجه مانشستر يونيتد ناظيره تشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي صعد المان يونيتد إلى دور نصف نهائي بتغلبه على نوريش سيتي بهدفين نظيفين بينما نجحت شلسي في التأهل إلى الدور ذاته بفوزها على لاستر سيتي بهدف نظيف في الدور ربع نهائي يواجه انتر ميلن مضيفه روما اليوم في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي يبحث انتر ميلن عن الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة بينما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 70 و50 نقطة يلتقي أتلاتيكو مادريد مع ضيفه ريال سوسيداد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني يحتل أتلاتيكو مادريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجة برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين فقط عن إشبالية صاحب المركز الرابع أما فريق ريال سوسيداد فيحتل المركز السادس برصيد 55 نقطة أكد هيلغو براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنه ينبغي السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات ولو بأعدد قليل خلال الموسم المقبل كرة القدم الألمانية قال بغاون إن للأحداث الرياضية من الممكن أن تقام في حضور الجماهير مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية وجرت المراحل الأخيرة من الدوريات الكبرى في الموسم الماضي بدون جمهور بسبب بيروس كورونا تعقد بروكلين نيتس مع جوستين أندرسون حتى نهاية الموسم الجاري من دور كرة السل الأمريكي للمحترفين كانت هذه الصفقة متوقعة بعد خروج مايكل بيلسي من تشكيلة الفريق منذ أيام حيث ذكر التقارير أنه أصيب بفيروس كورونا وشارك أندرسون في ثلاث مباريات مع نيتس في يناير الماضي بعقد قصير لمدة عشرة أيام أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيوذو اليابنية أن 23.9% من اليابنيين يؤيدون إقامة أولمبياد توكيو في الصيف المقبل كما هو مقرر وكشف الاستطلاع أنه مع اكتياح فيروس كورونا لدول العالم منذ شهور أعرب 36.4% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الألعاب الصيفية يجب تأجيلها مرة أخرى بينما رأى 33.7% منهم ضرورة الإلغاء يتوقع خبراء هات الأرصاد الجوية أن يسود غدا لاثنين تقص مائل للحرارة رفض نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري فيما يلي نتابع بيانا بدرجات الحرارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أذكر حضراتكم بأبرز ما جاء بها من أنباء أسيسيا ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني ويؤكد دعم ليبيا لتجاوز الأزمة الحالية خلال زيارته للأردن شكري يدعو لإيجاد توافق ليبي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ولجنة الانتخابات السورية تؤكد انتظام الانتخابات التشريعية وعدم تسجيل أي مخالفات إلى هنا نصل لختم هذه الجولة من الأخبار نحيط علم سيادتكم بأن التردد الجديد لقناة اكتر نيوز هو 11785 أفقي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء